هلو؟ اهلا يا رانيا ازاي؟ اهلا عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلو؟ السماعي بس هنا؟ دلوقتي انا في حاجة بتحصل لنا بعي مثلا عايز اعمل حاجة مثلا معلو مش عارب فيه مثلا اي حارت سامعي؟ الصوت بس هنا؟ انا مش سامع الصوت مش واضح يا جماعة سامعيني كدك خيس؟ بتقولي ايه؟ كده حارت سامعيني؟ اه سامعيكي بس الصوت مش واضح شوية قولي كده؟ اه يعني احاجة بتحصل انه لما مسلا ما بعيد ساهم في خير او اساهم في حاجة. اه. اه بيجي الموضوع ويتغطل يعني مسلا كنا بنساهم مسلا عشان شخص اه ما يقعيان وكده وانا كنت دافع مبلغ اكبر. اه. وبيت ان الشخص ما يتقبل حتى مدفع. كل ما عامل حاجة مسلا اساهم في خير في حاجة عظيمة الاقي الموضوع خلص. يعني ما بيوتاحش لي رغم ان انا عندي ان انا ساعد بس ما بيوتاحش. بس اكيد في اوقات تانية بيوتاح. يا في حاجات مفيدة بس في حاجات عظيم الحاجات العظيمة دي ما بلحهيش ليه ما عرضش. طيب حاضر. حاضر. اي شكرا. شكرا يا رانيا. اولا رانيا على امثالها اخذت الاجر بالنية. ام. طالما خدوا بالكم اركزوا في دي او. طالما ان التعطيل مش من طرفك انتي. ام. انا رايح اساهم في الشخص الفلاني. لقيته مات. اديه لأولاده. موقفش مقطعش. اديه لزوجته. لقيته سد الدينه. اجيب له حاجة ومحتاجها. انقل على غيره. فاذا فرغت فانصب. وإلى ربك فرغت. فرغب. وحضرتك لو محتاجة حالات ومحتاجة ناس الدنيا هنا هتصل والدنيا كتير قوي يعني. لا يعني هي هو فعلا ان هي عايز تعمل حاجة كبيرة. اه. والموضوع وقف. هو ما وقفش. ايوا الظبط. هو بس المستفيد ممكن يتغير. ايوا الظبط. او يعني بنحود الدفة كده. ايوا. ايوا. وبعدين كتر الخير هيفتح لك القصة دي. ايوا. يعني ما بتوقفيش عند حد. اه. بس ده مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى منع عنها. بيقفل الابواب ايوا نعم. ولا افل ال الابواب ولا اي حاجة. هي. هي اخذت الاجر كاملا بالنية. نية المرء خير من عمله.